في الستادس والعشرين من إبريل من كل عام نحتفل باليوم العالمي للملكية الفكرية من أجل تجريع النقاش حول دور الملكية الفكرية في تطوير الابتكار والإبداع كل ما يتعلق بالملكية الفكرية من براءات الاختراع هو برامج المكافآت التي ترمي إلى النهوض بالانتياز ومكافحة القرصنة الفكرية تفاصيل نناقشها مع الأستاذ المحامي تامر طاها أهلا وسهلا فيك أهلا بك السباح خير لكم للجمهور بداية خلينا نحكي أول إشي شو المقصوب بالملكية الفكرية عشان نعرف للجمهور شو منعني لما نحكي ملكية الفكرية بداية يجب التنويه إلى أنواع الحقوق هناك ما يسمى بالحقوق الشخصية أو الحقوق الدائنية اللي هي علاقة أو رابطة قانونية ما بين الدائن والمدين يلزم الدائن مدينو فيها بالقيام بعمل أو امتناع عن قيام بالعمل أو نقل حق عيني هناك ما يسمى بالحقوق العينية ومنها الحقوق العينية طبعية والأصلية ما هي أهمنا في هذا الموضوع هو الحقوق أو هي الحقوق المعنوية وهي الحقوق التي ترد على شيء غير مادة شيء غير ملموس خير مثال على الحقوق المعنوية هي حقوق الملكية الفكرية فبالتالي يمكن تعريف حقوق الملكية الفكرية على أنها كل ما ينتج عن العقل البشري ويكون ثمرة إبداع الذهن الإنساني يمكن حمايته تحت مظلة حقوق الملكية الفكرية طيب تامر هل في عدنا كمان أنواع بالملكية الفكرية يعني يبدو انقسم لأقصام مختلفة بالغالب أغلب المشاهدين و أغلب الناس خصوصاً الحقوقيين يفكروا أن الملكية الفكرية هي حقوق طبع و النشر ولكن في الحقيقة عندك الملكية الفكرية تقسم إلى حقوق طبع و النشر واحد واثنين تقسم إلى الملكية الصناعية الملكية الصناعية فيها العديد من الأقسام أفضل أقسام لها أو أهم شيء فيها هو ما يسمى بالعلامة التجارية بالإضافة إلى براءة الإختراع الباتنت وأيضاً المؤشرات الجغرافية أو ما تسمى بالجيوغرافيكال إنديكيشن بالإضافة إلى الرسوم والنماذج الصناعية عفواً ما هي الجغرافية؟ المؤشرات الجغرافية ماذا مقصود فيها؟ المقصود بالمؤشرات الجغرافية أفضل مثال نقدر نعطيه هو نزاع دولي ديسبيوت حصل أنه في عندك إقليم شامبيون في فرنسا هذا الإقليم بصنع ما يسمى بنبيذ شامبيون وعلى فكرة المؤشرات الجغرافية وضعت من أجل أكثر شيء لحماية المشروبات الروحية خصوصاً نقولها اقتصاد كبير في الدول الغربية فبالتالي لما إجت شركة في الهاتف المتحدة الأمريكية تصنع مشروب له صفات مشروب شامبيين اعترض هذا الإقليم في فرنسا لماذا؟ لأن مشروب شامبيين يحتوي في خصائصه وفي صفاته على البيئة المناخية الموجودة في هذا الإقليم فقط فلما تيجي أنت كشركة تاني أو مكان تاني أو دولة تاني تصنع هذا النبيذ وتطلق عليه شامبيين أنت راح تضر بسمعة النبيذ الأصلي وسمعة المنتجين بهذا النبيذ لأنه بالضرورة خصائص هذا النبيذ المصنع الجديد ما راح يكون بذات صفات وخصائص شامبيين يعني هذا كمثال بس إحنا مثلاً ممكن نسقطه على أمثلة مختلفة حتى مثلاً على سبيل المثال عندنا الزيتون الفلسطيني الصبون النابلسية يعني إذاً بتم صناعتها في مكان تاني ويطلق عليها اسم الصبون النابلسي صحيح المعيار الأساسي في تمييز ما هو مؤشر جغرافي مما هو غير مؤشر جغرافي هو إذا كان المنتج صفاته وخصائصه يعني آتي من البيئة المناخية في بلد معين تلقائياً يعتبر مؤشر جغرافي لذلك المنطقة أو لتلك المنطقة يعني وهذا كمان ممكن يعني ما وارف حكينا عن الصبون النابلسية يمكن إحنا منحب ناخد الأمثلة الفلسطينية كمان فيه أشياء تانية يعني الكنافة النابلسية ديشهد عن جد أنه ممكن يكون إشي يتم المحاسبة عليه قانونياً يعني شوفي فيما يتعلق في المؤشرات الجغرافية لا يوجد قانون في فلسطين يتعلق بهذا المجال ما فيه في عند القانون مؤشرات جغرافية الأردنية لسنة 2000 نظم هذه العلاقة ولكن هناك العديد من المنتجات الفلسطينية زي ما حكيتي مثلاً الصبوء يعني فيما يتعلق في الكنافة النابلسية أنا أشك نوعاً ما لأنه يعني إذا كان مذاق هاي الكنافة قائم من أو آتي من بيئة مناخية تثبتها في منطقة نابلس إحنا نقدر نعتبرها مؤشر جغرافي ولكن إذا في منطقة أخرى في الوطن بيستطيع شخص أن يعمل كنافة نابلسية بذات الصفات والخصائص لا يمكن أن تكون مؤشر جغرافي يجب أن تستقل وتنفرد منطقة جغرافية معينة في خصائص المنتج اللي بيكون تعبيروا عنها نعم طيب هذا إلو علاقة يعني يعني حتناح تمجع الملكية الفكرية بس هذا عشان تحدثت أنت كمان عن نهي من خصائص الملكية الفكرية كمان حكيت عن العلامة التجارية أو التريد مار هل هناك مثلاً حماية لهاي العلامة التجارية يعني قانونياً برضو في فلسطين يوجد قانون تعاقبة القوانين إذا في اللي ضيق الوقت بقدر أشرحها أكيد بهم يعني يعرف إحنا الجانب القانوني يعني لأنه كمان المنكية الفكرية يعني إحنا ثقافتنا مش موجودة عنا أنه في حدا بيطالب فيها أو قانونياً عم بحاول أنه يخميها المنكية رياب الوعي في هذا المجال وأنا اللي شجعني أصلاً في لقائكم هذا لأهمية هذا الموضوع على النطاق الدولي ولازم يكون إحنا فيه جانب كبير من الأهمية في فلسطين هلأ العلامات التجارية بدأت لما كنا يعني جزء من الإمبراطورية العثمانية كان في عنا قانون حقوق الفكرية العثمانية هذا كل عام 1879 ثم ظهر قانون العلامات الفارقة العثمانية لعام 1884 إجا الانتداب البريطاني صدر عنا قانون العلامات التجارية لعام 1930 ثم ألغي وصدر قانون العلامات التجارية لعام 1939 وإلى ذلك حتى أصبحنا جزء من أو خاضعين للحكم الأردني للإدارة الأردنية صدر عنا قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 وهو القانون المعمول به حتى الآن في الضفة الغربية نعم الآن القانون العلامات التجارية يعني هو قانون يعني قدر نحكي عليه غبرة قانون بالي نوعا ما خصوصا مع التقدم التكنولوجي بهذا العصر ففي أمور عديدة ما رأىها بداية لما عرف في المادة الثانية منه العلامة التجارية حكى أنه هي أي علامة استعملت أو كان في النية استعمالها على أي بضائع للدلالة أو الإشارة على أنها تعود إلى صاحب العلامة إما بحكم صنعها أو بيعة أو عرضها البيعة أو الإجار بها أو الشهادة بداية يعني الذي يعيب على هذا التعريف أن المشرع أقحم نفسه في إيجاد تعريف للعلامات التجارية وهذا من صميم عمل القضاء والفقه القانوني لما حكى المشرع أنه أي علامة استعملت أو كان في النية استعمالها إدخال مفهوم النية وهي أمر دفين لا يصعب الكشف عنه توسع في التدليل على الاستعمال المادي للعلامة التجارية طيب بقاء العلامة التجارية قائم على الاستمرارية في الاستعمال طيب شو بدك تعرف كيف بدك تعرف إذا أن الشخص اللي قام بتسجيل علامة التجارية سجلها بسبب احتكارها دون استعمالها أو سجلها فعلا من أجل استعمالها هون إدخال مفهوم النية يعني هاي كلها تفاصيل شايف فيه فغرات قانونية يعني إحنا أكثر من مرة عم نحكي قداش أنه القوانين موجودة عنا لا تتناسب مع الحاجات الحديثة يعني في زماننا وفي عصرنا وأنه هي بالفعل بحاجة يعني كان فيه تعبير أنه فلسطينة هذه القوانين يعني جعلها مناسبة للمجتمع الفلسطيني مش بس تعديلها يعني هي كمان إعادة صياغتها بشكل تناسب مع الحياة العصرية صحيح بالحقيقة يعني القوانين بشكل عام كلها مأخوذة من بعض الدول الغربية سواء نظام اللي هو الكاملون نظام بريطاني أو السيفلون نظام الفرنسي كل الأنظمة العربية ما ياخدوا إحنا يعني منقدر نحكي أنه ماخدين كوبي هاي القوانين يعني بستثناء بعض المشاريع التي عدت وتم إقرارها طيب من يقدر نحكي عن الحماية المدنية والجزائية فيما يتعلق بها العلامة التجارية نعم بس إذا أوضح نقطة معينة في التعريف لما حكي على العلامة التجارية نعتبرها فقط علامة البضائع طيب هون استثناء علامة تجارية مهمة ومهمة جدا وهي علامة الخدمة وتكاد تكون في عصر هذا أهم من علامة البضائع لما تحكي شركة طيران دراي كليل شركة انترنت هذول بزودوا خدمات طيب هذا وفق تعريف العلامة التجارية في القانون تم استثناءه مع أنها علامة خدمة وعليها يعني لها قيمة مالية عالية جدا فيما يتعلق في الحماية الحماية المدنية والجزائية نعم باختصار الحماية الجزائية لعلامة التجارية إن لم تكن العلامة التجارية مسجلة يسقط أو تسقط الحماية الجزائية اشترط القانون أو قرن وجوب الحماية الجزائية بالتسجيل هذا واحد يجب أن تكون مسجلة فيه لدى سجل العلامات التجارية نعم إذا ما كانت مسجلة لدى موجودة عندنا فلسطينيا يعني يجب أن يكون نعم إذا ما كانت مسجلة في سجل العلامة التجارية لا يمكن أن يكون لها حماية جزائية فيما يتعلق في الحماية المدنية أولا فلسفة الحماية المدنية قائمة على ما يسمى بدعوة المنافسة غير المشروعة الانفير كمبيتيشن دعوة المنافسة غير المشروعة في المادة 35 من قانون العلامة التجارية اشترطت على أنه يجب أو لا يحق لأي شخص أنه يقيم أو يؤسس دعوة مطالبة بطعويضات عن علامة تجارية غير مسجلة فبالتالي إذا كانت وقع عليها انتهاك طبعا إذا كانت العلامة التجارية غير مسجلة وقع عليها انتهاك ممنوع ترفع دعوة مدنية من أجل المطالبة بطعويضات ولكن باستخدام مفهوم المخالفة في تفسير النصوص الفقهية القانون اشترط المطالبة بطعويضات إذا بدأتكون علامة تجارية مسجلة طيب هلأ ممكن أرفع دعوة أنه أوقف الاعتداء أو الضرر الواقع عن هذا الاعتداء في المستقبل نعم وأيضا مؤسس على دعوة المنافسة غير المشروعة أو يكتفى فقط في هذه الحالة توافر الشروط الموضوعية لدعوة المنافسة غير المشروعة وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية ما بين الخطأ والضرر يعني أنت عم تحكي لنا تفاصيل نعم تفاصيل مملة في هذا المجال لا مش مملة أكيد لكن نحاول دائما نخففها شوي أكيد يعني على أساس أنه كمان جمهورنا والجميع يعني يقدر يفهمها لأنه هي قانون يعني صحيح صحيح باختصار العلامة تجارية مسجلة في حماية جزائية نعم غير مسجلة تقدرش الطالب بدعوة مطالبة بتعويضات ولكن تقدر ترفع دعوة من سميها منع الإضرار وقف الدرر للمستقبل نعم نحن كمان نعطي أمثلة يعني مثلا نحن كمان في موجود عندنا في فلسطين أنه يكون في نسخ للأغاني الجديدة مثلا ألعاب الفيديو جيمز أو البلاي ستشن أو هيك يعني يكون بحجة أنه لا يوجد قانون أو لا يوجد دولة هل تغير الموضوع هذا فيما يتعلق مثلا أنه صار في تغييرات على يعني أنه كون دولة عضو في الأمم المتحدة يعني يجب أن نوضح أولا أنه ننوه أصاني أنه إحنا خرجنا من موضوع الملكي الاصطناعي إحنا رحنا على ما يسمى بالكوبي رايت كوبي رايت أي حقوق الطابع والنشر حقوق الطابع والنشر فيها ما يسمى بحق المؤلف والحقوق المجاورة اللي هي اوثور رايتس ونيبرينج رايتس أو جيسنت رايتس حق المؤلف يعني قائم على ركزتين أساسيتين مدام فيه شيء اسمه مصنف وشيء اسمه ابتكار كيف يعني؟ المصنف أول شيء حق المؤلف إذا كان مجرد فكرة في الذهن لم تخرج وتجسد على هيئة شيء ملموس في الواقع لا يمكن حمايته يعني وانت إيش مألفت مدام هذا شيء بقي في ذهنك ولم يخرج كثمرة لا يمكن حمايته هلأ مشان هيك شترت القانون أنه يجب أن يكون مصنف شو المقصود بالمصنف؟ أنه هاي الفكرة تبلورت على شكل شيء ملموس وهو الكتاب مصنف كتاب بالإضافة لشرط الابتكار شو المقصود في الابتكار؟ هو يعني الطابع الذهني الطابع الذهني اللي يتجسد على هذا المؤلف هذا المؤلف عفواً كيف يعني يضفي عليه صفات الأصالة والتمييز وفي هاي النقطة مهمة جداً أن المشرع لم يشترط كل هذا الابتكار وهي أحد الشروط الموضعية في العلامة التجارية وأحد الشروط الموضعية في إبارات الإختراع الأخرى لم يشترطها في حقوق المؤلف ما مقصود بها؟ المقصود بالجداً جدية هذا الشيء جدية المبتكر إذا هذا الشيء كان جديداً في العلامة التجارية يمكن تسجيله ولكن في حق المؤلف لم يشترط الجد لماذا؟ لأنه إذا أنا أريد أعمل كتاب أقلف كتاب في موضوع معين أكيد فيه غيري كتب في هذا الكتاب كثير صح ولا فبالتالي أنا رح أمنع من كتابي في هذا الموضوع لأنه كان مشترط شرط الجدة ولكن بما أنه شرط الجدة غير مشترط أنا إذا بكتب فيه كتاب معين بجيب فيه عندي عشر كتب إلها علاقة في هذا الموضوع أنا باستمد الفكرة تبعتها وبضفي عليها فكري الخاص أسلوب الخاص في تناول يعني ولازم يكون في هذا التوثيق الأكاديمي أو اللي هي أنه فيه مرجعية أنك أنت بتستند الفكرة لصاحبها هذا شيء آخر فيما يتعلق بالتوثيق الأكاديم هو شيء أكيد خصوصا في الكتب العلمية غير روائية في الكتب العلمية يجب أنه إذا أنت بتأخذ فكرة تكون بالتوثيق من وين أتيت بهذه الفكرة هذا شيء مؤكد ولكن المقصود بشرط الجدة أنه إذا كان المصنف إذا هذا المصنف كان جديد إذا كان جديد معناها عندنا مصنف ابتكاري مطلق ابتكاري ومصنف ومطلق هاي الركزتين موجودات إذا لم يكن جديد كان مصنف وكان ابتكاري ولكن ابتكاري نسبيا نعم خلينا نحكي شوي عن حماية هاي الأفكار لما نحكي ملكية فكرية أنه كيف نحمي أفكارنا في ناس كثير مثلا هلا في عصرنا الحديث دائما مثلا تكتب على الإنترنت حتى على المستوى الصحفي مثلا في مقالات في تقارير بيكون في هاي السرقة السرقة الإلكترونية أو جرائم الإلكترونية كيف ممكن الواحد يحمي الملكية الفكرية فيما يتعلق بهذا الموضوع لا فيما يتعلق في الجرائم الإلكترونية يعني هذا موضوع يعني تناولته العديد من الدول في مؤتمرات عديدة ما تم حسم هذا الموضوع خصوصا أنه إحنا كدولة فلسطين يعني نوعا ما في هذا المجال ما في عنا تقدم فبالتالي ما رح يكون فيه حماية لما يسمى بالقرصنة أو هاكر القرصنة الإلكترونية ولكن وضع حق المؤلف لأجل حماية هذه المواضيع كيف يعني عن نطاق الدولي ما موجود عندنا في فلسطين لا يوجدها ما في عند القانون بيحمي أنه إذا أنا أخد شيء من الإنترنت ونسبته لا إلي ما في لأنه إحنا بنحكي كمان قوانين يعني غير معدلة وقديمة لا يوجد قانون أصلا في هذا المجال في هذا المجال ما في قانون حتى دوليا ما فيه؟ دوليا فيه اتفاقيات دولية دوليا فيه هلا إحنا بنستمد نظريا مفهوم هذه الأمور من الاتفاقيات الدولية يعني إذا حكينا مثلا أنه شخص كتب شيء ناتج عن دهنه إبداع فيه إبداع وتمييز مش خبر صحفي ولا آخرين فيه إبداع وتمييز هذا الشيء موجود على الإنترنت إذا أنا جيت أخذ هذا الشيء لغيات استخدامات شخصية وأكاديمية ما في عليها أي معاقبة لأنه يعني يعني فلسفتها أنه مجرد أنك أنت نشرت هذا الشيء أتحت للجمهور الإطلاع عليه أتحت للجمهور إطلاع عليه بالتالي أكيد أتحتل أني أستخدمه ولكن مش أني أطول هذا الشيء عن الإنترنت وأنسبه إلى إلي طبعا لأنه هنا فيه اعتداء على الحق المعنوي والحق المعنوي وهو أسمى بكثير من الحق المالي كمان تمر تعتقد أنه هذا جزء من الثقافة موجودة عنا يعني هلا كمان كثير طلاب مثلا لما بدهم يعملوا أبحاث أو تقارير يرجعوا إلى الإنترنت ويكون زي كوبي أو عملية نسخ بدون نسب أنه هذه الأفكار لمين حتى لو الشخص يعني كتبها أو صاغها بطريقته الشخصية لكن الفكرة بحد ذاتها يعني هذا اللي عام نحكي فيه الموكية الفكرية مهم أنه يكون فيه توعية فيما يتعلق بهذا المعنوي ضرور جدا خصوصا فيما يتعلق بالطلاب الجامعات يعني الجامعات في الخارج في بريطانيا على سبيل مثال هناك برنامج ما يسمى الترنت إن وهو برنامج خاص بكشف الصرقة الأدبية لـ هذا البرنامج إذا أنت بدأت تقرير لأستاذ فلاني ممنوع تسلم هذا التقرير بشكل يد أو الأستاذ لا إنت بدأت على شكل صفت كوبي على الكمبيوتر يتم فحص هذا التقرير من قبل هذا البرنامج إذا فيه أي تشابه أو صرقة أدبية يتعلم الخط أو الفقرة المسروقة بلون معين ويتم الإشارة إلى المرجع الذي تم صرقة منه فهذا وطبعا مسموح لك أنه يكون مثلا تشابه أدبي 5% ولكن أكثر من هكذا تعتبر صرقة أدبية ويتم عليها مسائلة الطالب هل عنه أيضا أساد ستجامعات ما سيكون على قدر يعني يعني زي ما نقول لن يقدر لكل طالب يصير يفتش على البحث والآخر فزي ما تفضلت لازم يكون توعية ذاتية موجودة يعني حماية الملكة الفكرية بس أخيرا خلينا نحكي عن براءة الاختراع يعني لما بيكون في عنا براءة الاختراع كيف يمكن يتم تسجيلها بحيث يتم حمايتها من الصرقة نعم باختصار براءة الاختراع يعني هي عبارة عن شهادة وثيقة تصدم من الحكومة من الجهات المختصة تمنح لصاحب الاختراع يعني الأكيد هو حق معنوي الشيء في الذهن مجرد أنه تبلور على شكل شيء هو اختراع شيء ملموس أنا بقدر أتوجه بحمايته ولكن أهم الشرط لما بدك تتوجه لحماية براءة الاختراع يجب أن تكشف سر هذا الاختراع وآلية عمله وصفاته وخصائصه إلى الدولة ومقابل هذا الكشف أنت تستطيع أن تأخذ حماية على هذا الاختراع نعم تامر كمان عندي سؤال فيما يتعلق بالعلامة التجارية مثلا كثير من نشوف عندنا خصوصا في فلسطين أنه يتم تغيير يتأخذ الشكل ويتم تغيير حرف معين وطبعا هذا عشان يكون فيه جلب أو تسويق للمنتج فأديش هذا قانوني وأديش ممكن فعلا أنه صاحب العلامة التجارية يحاسب الشخص السارق إذا كان مشكلتنا في فلسطين بهذا المجال فقط يعني شيء رهيب ممتاز ولكن المشكلة لدينا أنه ذات العلامة تأخذ وتوضع على الملابس على سبيل المثال وهذا أكبر مثال للتزوير وتكون مقلدة بدرجة عالية نعم تكون مقلدة بحرفية وبتم بيع على أنها علامة مزورة ولمستهلك عارف هذا الشيء فهذه المشكلة فيما يتعلق أنه إذا كانت هذه العلامة التجارية مزورة سواء بشكل بسيط أو مزورة بالكامل المعيار الأساسي في التفريق إذا حدث نزاع أنه إذا كانت العلامة للوهل الأولى تعطي في ذهن المستهلك أنها علامة لمنتج آخر لا يجوز تسجيلها بداية إن تم تسجيل العلامة التجارية على فكرة أليه تسجيل العلامة التجارية إذا الإعلان عندك لمدة ثلاث شهور بحق لأي شخص دي مصلحة أنه يقدم اعتراض على هذه العلامة إنها بتمتهك علامة التجارية خاصة فيه إذا ما قدم الاعتراض بتم تسجيل العلامة التجارية لازم يتم تقديم الاعتراض من قبل شخص صاحب العلامة التجارية ليش إنه مثلا الناس المسؤولين عن تسجيل العلامة يدركوا أنه متشابهة تسب تغيير حرف أو أحيانا بيكون صعب لكثرة العلامات التجارية المسجلة في الخارج فيه برامج معين مجرد أنك تدخل العلامة بتم إعطاء العلامات المشابهة ولكن لنفرض أنها تسجلت سجلت العلامة التجارية وانتهت مجرد متى ثلاث شهور سجلت العلامة أصبحت علامة تجارية مسجلة شخص كان موجود في البلد اكتشف أن هذه العلامة مشابهة العلامة التجارية خاصة وكان الهدف الرئيسي من تسجيلها أنه سرقة زبائن هذا الشخص يستطيع أنه يقدم طلب يسمى طلب ترقين العلامة التجارية أي شطب العلامة التجارية من السجل التجاري ولكن شريطة أن لا يكون قد مضى على فترة تسجيل العلامة التجارية أكثر من خمس سنوات هي مدة حماية العلامة التجارية سبع سنوات انتهت مدة الحماية لازم يقوم مسجل العلامة التجارية بإشعار الشخص بضرورة دفع الرسوم إذا لم يدفع الرسوم هذا الإشعار هو قرين على أن هذا الشخص تنازل في العلامة التجارية وفي حال أنه قام بتجديد رسومها مرة أخرى تمدد إلى فترة 14 سنة تلقائيا نعم الأستاذ تامر طه شكرا على كل هذه المعلومات التي وضحت لنا وشكرا وجودك معنا في هذا الصباح شكرا جميعا مشاهدينا دعنا نروح لفقرة لصحتك ونرجع